إذن مشاهدين شعبية فيسبوك بين مستخدميه في الولايات المتحدة لا يبدو أنها تأثرت بعد فضيحة تسريب البيانات هناك فما هي هذه البيانات تحديداً ولماذا يجمعها فيسبوك مشاهدين فيسبوك يستخدمه ملياران ومئتان مليون مستخدم ما يعني أن الشركة تملك بيانات خاصة لنحو ثلث سكان الأرض المعلومات الأولية والأساسية هي التي تستخدمها للتسجيل في الموقع أي الاسم وتاريخ الميلاد والموقع الجغرافي والعمل إلى آخره يتعمق فيسبوك في خصوصياتك عندما توثق مكانك في شير لوكيشن وهو أمر تستخدمه السلطات أحياناً لمراقبة الأشخاص ماذا عن الإعلانات التي تراها على فيسبوك كلما تضغط عليها تحملك إلى موقع آخر فيسبوك يتعقبك عبر ملفاتك التعريفية أو ملفاته التعريفية التي وضعت على تلك المواقع فيسبوك أيضاً يجمع بيانات لا تتعلق بنشاطاتك على الموقع أبداً هناك شركات تجمع معلومات عنك وعن استخدامك لبطاقتك الاعتمانية على الإنترنت ويبيعونها لفيسبوك لكن مارك زوكربرغ أعلن أن الموقع أوقف التعامل مع هذه الشركات لكنه لا يزال يستخدم برمجية تسمى بيكسل لا تستطيع تعقب المستخدمين بعد خروجهم من فيسبوك السؤال هنا مشاهدين لماذا هذا الجهد لجمع البيانات الجواب هو الإعلانات فالإعلانات مصدر دخل فيسبوك الأساسي وتمثل 98% من دخله ما يقارب الأربعين مليار دولار كلما يضغط مستخدم على إعلان على فيسبوك يسجل فيسبوك ربحاً مادياً وعندما يجمع أملاق التواصل الاجتماعي هذه البيانات الشخصية عنك يستطيع تفصيل الإعلانات التي ستظهر أمامك لزيادة نسبة دخولك إليها فهو يعرف ميولك السياسية ومعتقداتك وما بحثت عنه على الإنترنت مثلاً إذا حجزت تذكرة سفر يظهر لك إعلان عن فندق أو فنادق وإذا بحثت عن دروس لغة على جوجل يظهر إعلان لمعاهد لغة أيضاً على الفيسبوك الخاص بك وهكذا دولت